قبل سبع سنوات وتحديدا في بنجلادش وقعت فاجعة انهيار مصنع مؤلف من عدة طوابق ما أودى بحياة أكثر من ألف عمل وإصابة قرابة ثلاثة آلاف هذه الكارثة اعتبرت واحدة من أضخم حوادث المصانع في بنجلادش والعالم بأسره وصلطت الضوء على إجراءات بناء المصانع وسلامتها وضمان سلامة العمل داخلها وعلى المناطق السكنية بجوارها وبقت في الأذهان مأساة مصنع بنجلادش إذ تعد هذه الدولة الآسيوية الفقيرة واحدة من أكبر مصدر الملابس في العالم وعلى أرضها تصنع أشهر العلامات التجارية ورغم مرور الأعوام على تلك الواقعة إلا أن الكثير من المنظمات الدولية قالت إن القليل ما تم إنجازه في إطار حماية عمال وعملات هذه المصانع في الدول الفقيرة خاصة المتواجدة قرب المناطق السكنية فالكثير من مصانع الملابس ذات البنية التحتية الرديئة في البلدان الفقيرة لا تزال كما هي فضلا عن غياب التفتيش الحكومي على هذه المنشآت وتعرض الجمعيات المدافعة عن حقوق العمال لضغوط لتصمط على التجاوزات بحقهم ووفقا للمعايير الدولية فإن إجراءات السلامة في حالة بناء مصانع في الأحياء السكنية تتضمن وجود بنية تحتية قوية للمصانع وأيضا الإجراءات تشمل اختيار مساحة مناسبة بعيدة عن المناطق السكنية كما يجب التخلص من نفايات تلك المصانع بطريقة لا تلحق الضرر بمن يعيشون قرب تلك المصانع وإزاء ذلك تعالت الأصوات إلى ضرورة نقل هذه المصانع خارج المناطق السكنية وتطبيق معايير صارمة لفصل المناطق الصناعية عن السكنية تفاديا لوقوع كارثة شبيهة بكارثة بنجلادش